بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لموضوعنا اللي فات بتاع الروح لمين احنا بنتكلم هنا عن خطورة تكلم احد بما لا يعلم او بغير التخصص بتاعه يعني اللي مش مذاكر حاجة ومش متخصص في الحاجة الفلانية ما ينفعش ابدا يفتي فيها او يتكلم فيها بغير علم او بعلم بسيط انا حضرة بمثال صغير من خارج الطب خالص عشان اوريكم بس يعني المشكلة بتبقى قد ايه في فتوى شهيرة جدا 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 للشيخ عبدالعزيز ابن باز اللي هو كان مفتي الديار السعودية هو اكبر قامة علمية دينية في المملكة العربية السعودية في فترة من اواخر السبعينات هذا الرجل اللي هو قامة علمية في مجالة العلوم الشرعية عندما سئل عن كان طبعا فوقتها كان فترة اللي هو بتاعة الامي سلطان من سلمان كان اول رائد فضاء عربي مسلم فواحد قال له يعني الناس اللي بتشكك في كروية الارض وان الارض بتجري حول الشمس يعني احنا رائد الفضاء العربي المسلم الامي سلطان من سلمان خرج الى الفضاء وشاف الارض بعين وهي بتلف حوله الشمس فيعني دولا اعتقد دولا يعني اطبحت حق عليهم خلاص فاذا بالشيخ ابن باز وده كان يعني حوار مسجل على الهواء والتسجيل معايا لغاية الوقت يعني موجود مثلا عن نت غاية الوقت قال له ان الله قد اثبت الجريان للشمس في القرآن الكريم فقال والشمس تجري لمستقر لها وبناء عليه فان الارض ثابتة وهي مركز الكون والشمس تجري حول الارض مما يؤدي الى تعاقب الليل والنهار فمن قال بخلاف ذلك فقد كفر شفتوا المصيبة يعني هذا العالم افتى بكفر من يقول ان الارض كروية وتدور حول الشمس قياسا باطلا على آية قرآنية لا تعني ابدا هذا الموضوع لانه غير متخصص في الاعلوم الفلكية ولا حتى في لغة العربية لما اقول لك انه والشمس تجري لمستقر لها انا هنا اثبتت الجريان للشمس ولم اثبت السكون للارض ما قلتش ان الارض ساكنة ما قلتش ان الارض هي مركز الكون خالص كانت ما لم يورد خالص انما الآية اثبات الجريان للشمس هو دخل نفسه في قصة علم الفلك واعتمد على تفاثير قديمة وتفاثير اثرية جدا لذي الآية دي واعتمد منها على خلاصة انه الارض هي مركز الكون وهي حاجة يعني اي حد تلع مئتين كيلو برة ارض هيعرف انها بلعة وبالتالي كلمة زي كده طبعا تتاخد مش على الشيخ ابن باز وانما ممكن تتاخد على الاسلام كله على الدين كله على كل المتكلمين باسم الدين ويقول لك ادي يا عم بتوع الدين شايفينهم متخلفين ازاي ومتحجرين ازاي دي مشكلة كبيرة جدا المثال تاني برضو اه 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 انبنا الدكتور مستفى محمود من الناس اللي هم القوامات العلمية الكبيرة جدا يعني بس مثل حلقة بتكالف فين عن امرض روماتيزمية طبعا عن التخصص بتاعي طبعا انا يعني مقدر حاكتين اول حاجة ان هو مش متخصص ثانيا انه الكلام بتاعه قديم جدا لكن كلام بتاعه بمقاييص النهاردة فضايح فضايح علمية بجد يعني المشكلة انه الناس مش فهمة وتجيب كلام مصطر محمود وتنشره على انه هو ده العلم الذي لا يأتيه البلاطن من بين ديها ولا من خلفه الدكتور مصطر محمود قال الكلام ده في الثمانينات او في التسعينات وهو اصلا دكتور باطنة او باطنة القلب يعني يعني مش متخصص في الرماتيزم وكلام بتاعه ما هواش غلط قوي بمقييص وقته لكن بمقييص النهاردة مختلف تماما فاللي بيشير الكلام ده مش فهم ومش متخصص وما يعرفش الالث من كورس الدورة في الطب وبينشو كلام لانه قاله مصطر محمود لكن بدون الاشارة الى انه الكلام ده اولا من غير متخصص في الرماتيزم ثانيا الكلام قديم جدا جدا احنا بتكلم المقدمة دي عشان نقول انه التخصص كل الانسان بيبقى عنده معلومة عن كل المعلومات عن كل العلوم لكن بيبقى عنده معلومة كبيرة او مركزة في تخصص معين يعني انا شخصيا بتكلم هنا في القناة في كذا مجال لكني متخصص في الابعاد الرماتيزمية ممكن اتكلم بما اعلم في امور تانية لكن ما ينفعش اتكلم بدون علم في امور مش تخصصة يعني كان من الثواب للشيخ ابن باز مثلا لما ثقل هذا السؤال انه ما يقولش ان القرآن اثبت للشمس وبالتالي في الارض ثابتة لان هو هنا طلع باستنتاج لم تذكره الاية وما سألش علماء الفلك هو فعلا الارض كراوية المعلومة دي هو ما وصلتوش اصلا وتدخله في هذا الكلام بهذه الفتوى العجيبة يعني كانت مثار ضحوكة وصخرية من كل الناس لغاية وقتانا الحاليا وفي نفس الوقت دي مدخل للهجوم على الاسلام كله احنا في تخصصنا في الروباكيزم والتأهيل التخصص بتعني التخصص واسع جدا زي ما قلت بكده يعني مثلا دكتور العظام او دكتور البطنة ممكن ياخد نبذة من هذا التخصص في دراسته لكن ده مش معناه ان هو متخصص في الروباكيزم ومش معناه ان هو يقدر يعالج او يشخص حالات الروباكيزم نفس الكلام انا مثلا اعمل سلسلة عن كورونيات ده ما يعنيش ابدا ان انا بقيد دكتور في الامراض الفيروسية انا بتكلم بما اعلم وبما درست وبما قرأته يعني دورت واريت في موضوع الجائحة العالمية وبالتالي اتكلمت بما اعلم في هذا الامر عشان كده انا كنت محضر او بحضر حلقة عن الفاكسينات او التطعيمات بتاعة الكورونا لكن نظرا لاني ما قدرتش اوصل يعني لمعلومة نهائية ان مين احسن من مين ومين اخطر من مين ومين افضل من مين فما عمدتش حلقة لغاية دلوقتي ووش عايف حعملها ولا لا لان ما قدرتش اقول كلام انا مش متأكد من معلومتي فيه مفيش منع ان اتكلم في حاجة مش في تخصصي طالما انا اعلمها بشكل كامل او بشكل سليم الخطورة في اني يتهيأ لي اني فاهم حاجة مش في تخصصي او مش متمكن منها فقفتي فيها بغير عاد دايما والدي رحمة الله عليك ان يقول لي الكتاب المقفول اسهل من الكتاب المفتوح يعني انا لو مش مذاكر في علمه معين او مش قاري فيه بشكل كبير قد يخيل لي ان انا الميت بي كله يعني انت لو قررت كتاب صغير في الروماتريزم 10-15-20 صفحة او سبعت لك كم محاضرة على النت بالعربية او بالانجليزي ممكن يخيل لك ان الروماتريزم بي حاجة سهلة جدا يعني ايه دا انا هم كلهم 7 محاضرات وانا خلصتهم خلاص يا لكن كل ما تتعمق فيه هتكتشف انك لسه في اول الطريق كل ما تتعمق تتشف انك في اول الطريق اللي بيرأ الكتابين في وصول الحديث بيفتكن نفسه بقى الامام البخاري لكن لما اذاك تأتي كتاب يتشف انه هو ما زال بيحبي في علم اصول الحديث وهكذا الغرض من الحلقة دي هو التأكيد على احترام التخصص احترام ان لا تتكلم الا بما تعلم لما يجي لك حد دي طبعا نصيحة للاطباء من صملاء يعني لما يجي لك حد مش في تخصصك مش عيب ابدا انك تقول له انت مش تخصصي وروح لدكتور فلاني فلاني او روح لدكتور في تخصص كذا ده هو تخصصك انا لما بيجي لحد مكسور او مصاب او واقع او عنده اي حاجة كجراحة عظام ببعثه لدكتور العظام لما بيجي لحد ذئب حمرة وعنده مشاكل في الكلة بعالجه من الذئب الحمرة لكن بقول له علاجك لازم يكون مشترك بيني وبين دكتور الكلة ولو هو طفل صغير يبقى دكتور كلا الاطفال وهكذا يعني لو طفل صغير وعنده اماد روماتيزمية الصح ان انا اتعاون فيه مع دكتور روماتيزم الاطفال او انا اكون دارس روماتيزم الاطفال فالتخصص مهم جدا العلم تقدم جدا في الامور في السنين الاخيرة ما بقاش يكفي ان دكتور يبقى بتاع باطنة او بتاع كله او ممارس عام احنا دلوقتي في عصر ossiter Auch discerality او التخصصات الدقيقة يعني ان انا اده مش بس في دكتور الاطفال ده في دكتور قلب واطفال وكده اطفال ومكه وعصار اطفال في دكتور تخصص مراهقين فيه دكتور تخصص مش بس تخصص الرمز او العيون في دكتور تخصص المية البيضة والمية الزرقة وتخصص الا الشبكية بس بيشتغل حكيه دا بس فيه الروماتيزم في دكاثرا بيتخصصه بس في الروماتيز scarce وأشباهه وتشتغل بس في التلبس الفقاري وتشتغل بس في الثعب الحمرة والأمراض العسجة الضمة وتشتغل بس في روماتيزم الأطفال وتشتغل فقط في تأهيل وروماتيزم الكبار السن فاحترام التخصص احترام التخصص ده شيء مهم جدا 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 ودي كانت دردشة يعني طبية على الدينية الشوائية كده على السريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته